تبذل الدولة المصرية جهودا حافيفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية في هذا الإطار يولي السيد رئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لحل القضية الفلسطينية والتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع مصر تبذل كل الجهود لوقف نزيف الدم وإطلاق النار بشكل أو بآخر في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الموقف المصري حاسم وواضح من الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وعبرت عنه القيادة السياسية في العديد من اللقاءات والاتصالات الهاتفية التي شهدتها الفترة الماضية فمنذ السابع من أكتوبر الجاري تلقى الرئيس السيسي اتصالات هاتفية من العديد من الزعماء خاصة من فرنسا والعراق وقبرص وتركيا وكندا وروسيا وإسبانيا واليابان وذلك لبحث جهود وقف واحتواء التصعيد في قطاع غزة وخلال الفترة الماضية عقد الرئيس السيسي لقاءات مباشرة عدة مع مسؤولين دوليين وزعماء وقادة دول ومن أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانو الماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكا ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتري بلينكين لمنع مزيد من التصعيد الإسرائيلي في غزة كما ترأس الرئيس السيسي اجتماع مجلس الأمن القومية لاستعراض تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة لتصدر عن الاجتماع عدة قرارات ومن أبرزها الإعلان عن استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام مع تأكيد أن أمن مصر القومية خط أحمر ولا تهاون في حمايته وفي أعقاب اندلاع الأزمة بغزة بادرت مصر بالدعوة إلى قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس السيسي رغم اعتبارات ضيق الوقت لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين ومن أجل إنشاء توافق دولي محوره قيم الإنسانية وضميره الجمعية ينبز العنف القمة شهدت تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالبنطقة وتهجير أهالي قطاع غزة مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ومؤكداً أنه لا تهاون للخطة في الحفاظ على السيادة والأمن القومية في ظل الظروف والأوضاع المتزايدة المخاطر والتهديدات وبالتزام تتوالى المساعدات الدولية عبر معبر رفح وتتكسف معها الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية كما يعتبر مطار العريش الدولي بشمال سيناء نقطة لتلقي المساعدات الدولية تمهيداً لإيصالها إلى قطاع غزة مصر تؤكد دوماً على ضرورة العمل الجدية على معالجة أسباب الأزمة الحالية لا سيما مع استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها اشتركوا في القناة